كرة الاحتجاجات تتدحرج من جديد في بغداد العاصمة من قتلني عنوان هذه التظاهرات التي تجمهر فيها شيب وشباب نساء ورجال من مختلف المحافظات للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حملة من قتلني التي اطلقت من أجل الثار لشهداء تشرين عيد دعوة يوم خمسة وعشرين خمسة في دعائل الشهيد القائد إيهاب الوزني قبل استشهادة ونحن لبينا النداء بعد استشهادة هذه الثورة من أجل إيهاب الوزني من أجل الشهداء تشرين اليوم حضوري كان هنا لأطالب من الدولة بمحاسبة قتلة الشهداء ومن ضمن جميع شهداء ثورة تشرين الأبطال وكان أخوي من ضمنهم بعد ساعات من الهدوء والسلمية كر وفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين استخدام للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع من أجل تفريقة المتظاهرين وإنهاء التظاهرة ومع هذه المشاهد عدم شهد الصدامات وسقط عدد من الجرحة من المتظاهرين والقوات الأمنية بتظاهرة تطالب بإنهاء التسويف والمماطلة وإلقاء القبض على الجنات قبل البدء بخطوات تصعيدية أخرى كما يقول المتظاهرون لم تنفذ الوعود كل زيارة لرئيس الوزراء يزور كل زيارة لذاويد شهداء كل وعوده كانت انتظرون إذا لا ذات أيام أظهر قتله والآن ماذا؟ ماذا حدث؟ أكثر من ثمانية أشر على أنه خطوات تصعيدية أكثر وأكثر وأكثر والآن تشاهد هذه الأعداد الكبيرة وهذه أعداد صغيرة بالنسبة لنا نحن أكثر ونحن شعب حر ونحن شعب مستقل في ساحة التحرير تجمهروا ينادون من قتلني سؤال التزمت الحكومة الصمت في الجواب عنه فخرجت هذه الأعداد تطالب الحكومة بالخروج عن صمتها وكشف قتلة النشطين والمتظاهرين من العاصمة العراقية بغداد بدر الركاب اليوم